بإذن الله يمكن الناس اتكلمت انتوا ليه بتقولوا ان المواجهة ممكن يكون فيها صعوبة لا المواجهة احنا بنحترم كل الفرق وبالتأكيد بنحترم فرق شمال افريقيا ولكن اذا كان فيه فريق المفترض يهاب من المواجهة دي فهو اكيد منافس النادي الاهلي ايا كان اسمه ولكن احنا دايما بنحترم الاخرين وبنقول ان دي اول مباراة رسمية لمستر كولر مدير فني عمل فترة اعداد اوليلة ممكن اسبوعين وبنتكلم اننا داخلين نلعب اول مباراة رسمية لنا خارج الارض هما لعبوا مباراة رسمية هما شاركوا في دور سابق دور الاربعة وستين فالقصة مختلفة انت بتتكلم ان النادي الاهلي عاوز يظهر بالشكل الافضل في اول مباراة لرسمية وده ان شاء الله يتحقق بالتأكيد هنتكلم عن فريق الاتحاد المنستيري بالتأكيد وعن حتى الاعلام التونسي بيتناول المباراة ازاي لكن كلنا ثقوا بالتأكيد ان النادي الاهلي يعدي مباراة طليق ببطل افريقيا ووصوله للمباراة النهاية تالت موسم على التوالي حق لقب بينه وبيفقد اللقب في ظروف خلاص بقى كلمنا فيها كتير وحضرنا وكلمنا عن وجود المباراة في المغرب وبين جماهير نادي الوداد البيضاء والمغربي والمناوشات اللي حصلت بين الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري والجهة التنفيذية في الاتحاد المصري اللي لسه ما تعاقبتش لغاية دلوقتي واظن انها لا تتعاقب فخلاص القصة دي قفلناها ولكن كان فيه مشهد في القصة دي ما ينفعش نعديه ألا وهو مشهد عمر السلاي يمكن شادي حسين بيتكلم عن دور الكباتن في دخوله النادي الاهلي وازاي ينسجن بسرعة وينصاهر مع النادي الاهلي وخاصة ان شادي حسين مشجع درجة ثالثة اللي هو لاعب بدرجة مشجع بنتمنى له التوفيق والنقطة دي انا دايما بأكد عليها القصة مش قصة ان انت منتمي للنادي الاهلي وان انت ضحيت بأي مقابل مالي او اي شيء عشان تيجي النادي الاهلي ده شيء ايجابي جدا وشيء محمود جدا وتشكر عليه لكن الاهم ان انت لو عايز تكون فعلا زي وليد سليمان الراجل اللي تعب عشان يدخل النادي الاهلي شوف وليد سليمان عمل ايه على مدار تواجده في الكيان لمدة 11 سنة كان دائما وابدا ما عندوش نقطة عرق بيبخل بيها على الفريق حتى اللحظات الاخيرة حتى الاوقات الاخيرة فظل وليد سليمان في قلب جماهير النادي الاهلي انت شادي قدمت دورك بشكل كويس جدا وانا اظن ان انت من اللاعبين اللي هتعرف كويس او يعني ايه نعمة النادي الاهلي وهتقدم اقصى طاقة عندها عشان تثبت حبها وانتماءها للنادي الاهلي وكمان انها تعمل اسم كبير ان شاء الله مع النادي الاهلي وده اللي بنتمنى باذن الله ولكن عمر الصلاية ايضا وقت دخوله النادي الاهلي تحدث عن كابتن حسام غالي وعمر الصلاية المفترض انه لو لعب هيلعب على كابتن حسام غالي وقال كنت باكتهت في التدريبات جدا وخدت وقت على ما اخذ على اجواء النادي الاهلي لقيت كابتن حسام غالي جالي في الجيم وقال لي استمر على كده هيجي الوقت اللي انت هتلعب فيه حتى لو على حسابي انا ده النادي الاهلي هي الفكرة كلها ان الفريق هو النجم أن الفريق بيلعب دايما على تحقيل بطولة آن كان من الحداشر اللي موجودين في الملعب لكن لعمر السلية لقطة شهيرة في نهاية دور الأبطال الأفريقي الموسم الماضي خلينا نروح نسمع بقى عمر السلية وتعقيبه وطموحاته عن الموسم الجديد في بطولة أفريق وعن الاستعدادات احنا بدأنا من أسبوعين تقريبا كنا أخذنا فترة راحة وبدأنا بالتدريج مع المدرب الجديد كنا محتاجين للفترة دي من كذا سنة احنا بقلنا كثيرا بنعمل في فترة اعداد فلاعبة كلها كانت مركزة ان احنا لازم نستفد منها بأقصى حاجة ان دي هتوقفنا على رجلنا في خلال الموسم وشايف ان اللعبة كلها كانت مركزة وكل واحد تطلع أقصى حاجة عنده واستفدنا منها جدا وان شاء الله يعني كل دايبان في الفترة اللي جاي البطولة اللي فاتت دي كان الظروف كلها كانت ضدنا طبعا زي ما الناس عارفة احنا كنا بنحاول نعمل لعلين على القد ما نقدر كان نفسنا طبعا زي ما الجمهور كان نفسه نحن نحن نحق البطولة الثالثة على التوالي كنا عايزين نكتل تاريخ لنفسنا وللنادي ونفرح الجمهور بتاعنا بس الحمد لله ما كانش في نصيب يعني تعهدنا ان احنا ان شاء الله السنة اللي جاي نرجع في اي مكان هنقومدون فيه ان شاء الله نحق البطولة دي الرفونة والله يعني ده موقف حصل في ماتش كان ممكن يحصل في ماتش تاني وممكن كمان يعني بعد ما انا عملها الشريف ما يتحربش فقط ولا هيبقى لها اي لازمة فهي كلها على بعض هي يعني هو موقف جيب جزء من الثانية او تفليل جيب جزء من الثانية لو تعادت مرة مش مش تطلع بالطريقة دي فده في الاول في الاخر توفين عندي ربنا ان انا اكون موجود في المكان ده وعملها كده وشريف يتوقع ان هي تجيله ويتحرك لها بالطريقة دي فده كله توفيق يعني الحمدلله يعني ايها جاتجو الهدف اللي نفسي حققه مع الاهل ان شاء الله يعني نحنا نرجع الدوري تاني لمكانه الطبيعي ان شاء الله الموسم ده ان شاء الله ماتش السوبر اللي جاي تبقى البداية بدقين الموسم ببطولة تبقى تفرق معنا جدا وان احنا نرجع افريقيا تاني طبعا ونلعب كاس عالم اندية وناخد مركز افضل من مركز التالت الماتش بتاع الزمالك يعني هو كمان بصعب اكتر ان انت بتلعب الزمالك وبتلعب جوا مصر وانهاء كارن فانت المنافس ما ينفعش ان هو ياخد منك البطولة وانت بقى لك كزا سنة بتاخدهاش فكنت الاجواء كلها مصعبة دنيا علينا اكتر وحطنا تحت ضغط نفسي وعصبي وزهني غير طبيعي احنا كنا في المعسكر في اللعيبة ما بتنامش من التفكير ومن النهاية مثلا ممكن طب لو الزمالك خد البطولة ايه اللي هيحصل الجمهور النادي احنا كلعيبة يعني هنبقى عاملين ازاي فانت بتفكر في المكسب والخسارة في نفس الوقت ان انت ما ينفعش تخسر وان انت لازم تكسر وكمان على السوشال ميديا الموضوع كان صعب جدا بين جمهور اهلي والزمالك الناس كلها يعني الجمهورين نفسهم انهما هقوم بطولة افريقيا وان انت تاخد بطولة افريقيا من الزمالك فدي حاجة كبيرة جدا فالحمد الله يعني البطولة دي احنا كنا قابلها يعني قابل الماتش ان عادنا مع بعض تكلمنا ان احنا البطولة دي لو خدناها هتفتح لنا قبواب بطولات كتير كتير جدا وان احنا هناخد افريقيا تاني وان احنا هناخد دوري وصوبر وكاس والدنيا هتبقى سهلة معنا والحمد الله ربنا كرمنا من بطولة دي ان احنا قادرنا ناخد بطولات كتير بعدها وانروح كاس عالم انديا واناخد برونزية وانرجع ناخد افريقيا تاني فالحمد الله يعني هي كانت يعني بعد الصعوبات اللي كانت في الاول ربنا كرمنا في الاخر يعني ممكن تعب كذا سنة قبل كده ان انت تجيب جون في النهاية او ان انت تاخد البطولة دي مش تعب سنة واحدة او مطشة او مطشين لا ده تعب ربنا بيعودك عن كذا سنة عدت وحاجات انت كنت بتقاطل فيها وربنا كان بيبادع عنك وبعد كده ربنا جابها لك في احسن صورة طبعا ان انت تاخد النهاية من الزمالك وجوه مصر لا يعني ما كانش فيه احسن من كده عند كل نقطة ممكن تقف عنها وتحكي حكاية عن عمر السلية اللاعب اللي انتقل للنادي الالي ثم اصبح احد العناصر الاسسية مش بس في النادي الالي لا كمان في منتخب مصر بيكلم عن فكرة التعويد اللي بيجي من عند ربنا بعد ما بتبزل مجهود وبتخسر بطولة 2017 و2018 وتعرض لموقف سخيف جدا في 2019 والهزيمة الاجبر في تاريخك فربنا عوضك ببطولة كان البعض بيسميها نهاء القرن وعشان كده هو كان شايف ان الهدف ده من اهم اداف حياته لكن قال نقطة مهمة جدا قال احنا كنا بنفكر في المكسب والخسارة عارف ليه لان الاهلي دائما وابدا لديه ما يخسروا اصعب شي انك تكون منتمي لفريق لديه ما يخسروا فاي يوم نفسه هتلاقي دائما وابدا الاهلي لديه ما يخسروا عنده تاريخ عنده بطلات عنده شعبية جارفة عنده جماهير ما بتقبلش غير بالفوز عنده جماهير ما بتقبلش غير رقم واحد وعشان كده قدر كل مسؤول داخل النادي الاهلي انه هو يشتغل تحت الضغط طول الوقت عشان كده بتفكر في المكسب وبتفكر قد ايه في الخسارة عشان تحاول تقاتل انك تتجنب الخسارة ده اللي حصل في بطولة افريقيا اللي سجل فيها عمر السلية وافشة هدفي الفوز على نادي الزمالك اللي كانت جماهير وبتحلم بتحقيق البطولة دي بعد غياب 20 سنة عن دوري ابطال افريقيا الجميل كمان في عمر السلية النقطة عمل مع السيست رابونا اللي اي حد ممكن يتحدث عنه سنوات وسنوات يتحدث عنه بشكل ان كان التوفيق بصاحبه والاهم من محمد شريف سجل هدف والعلم عمر السلية بيعملها كتير جدا جدا لكن بالفعل صدفت في مباراة كبيرة مباراة القمة بس هتظل دائما من افضل يعني صناعة الاهداف في تاريخ مباراة القمة حتى لو عمر السلية شافها بشكل فيه توضع شوية عمر السلية قال نقطة مهمة جدا عن البطولة الافريقية قال ان البطولة الافريقية كانت في ظروف كل الظروف ضدنا وقف عند النقطة دي وقال ولكن احنا تعهدنا ايا كانت البطولة فين مهما كانت الظروف هنحاول اننا نحقق البطولة هو ده التحول اللي بيجي من التجارب يمكن البطولة الماضية ممكن لا اراديا انت استسلمت وكلنا استسلمنا الفكرة ان الكاف بيدفعنا للبطولة في ارض الوداد فركزنا على البطولة في ارض الوداد فخدت جزء من تقطك الزهنية النهاردة عمر السلية بقول خلاص تعلمنا الدرس وتعهدنا ان لو هلعبوا البطولة في اي مكان حرصين اننا نحق البطولة والدرس ده بيجي لك منين؟ من الخبرات بيجي لك منين؟ من التجارب وعشان كده ان شاء الله بإذن الله لعيب النادي الاهلي بقرة يكونوا في الموعد يقدموا مبراه قوية جدا امام اتحاد المنستيري وان شاء الله يحققوا الفوز وليما لا والنادي الاهلي قادر على تحقيق الفوز خارج ملعبه